للحديث أكثر عن حديثة استهداف الميليشيات للشباب العزل في محافظة ديالة ونفوذ الميليشيات التي أصبحت فوق القانون ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري أستاذ نظير مرحبا بكم لنبدأ من تصريح النائب السابق محمد الدائني حيث قال إن الميليشيات استهدفت تسعة شباب عزل في قرية أبو قرمة في محافظة ديالة لكن السؤال المطروح أستاذ نظير إلى ما ترجع هذه الاستهدافات المتكررة للمدنيين من قبل الميليشيات حياكم الله حيا مشاهدي قناتكم الكريمة الحقيقة هذا الخبر ليس بالجديد طالما تكررت محاولة استهداف مكون معين في هذه المحافظة لتغيير وجه المحافظة الديمقراطي من طائفة إلى طائفة أخرى وهذا الأمر استمر لسنوات وما زال مستمر لحد الآن بحيث أن قبل مدة بسيطة كان هناك مثل هذه الحوادث في مناطق شمال بغداد الآن نقلوا الكرة إلى ملعب ديالة ويريدون استمرار واستكمال خطط التغيير الديمغرافي وبالذات هذه المنطقة هي منطقة الوقف لم يبقى فيها من أهل السنة إلا القليل وهم الآن يعمدون على تهجير هؤلاء السكان القلة الباقين لجعل هذه المنطقة كاملة من مكون واحد خدمة للأهداف التي ترسمهم لها إيران طيب أستاذ مضير الواقعة طبعا هي ليست بجديدة حدثت أمام أحدى ثقونات فوج الطوارئ الثامن بماذا تفسر عدم تحرك القوات الأمنية لحماية المدنيين وبالتالي كان بإمكانها أن توقف هذه الجريمة أخي الكريم أنا لا أستبعد مسؤولية القوات الأمنية من المشاركة أو غض النظر عن هذه الجرائم فلطالما هذه المناطق يعني مناطق أبو الصيدة المخيثة أبو قرمة أبو خنازير كل هذه المناطق شهدت حوادث أمنية كبرى بحق المكون السني المتواجد هناك ولم يكن هناك موقف سواء الجيش أو الشرطة يعني يمنع مثل هكذا حوادث بل هناك غض نظر متعمد من هذه القوات بل حتى من الإدارة السياسية المحافظة المتمثل في المحافظة ومجلس المحافظة لم يكن لهم دور حقيقي في منع مثل هكذا حوادث وبالتالي هو يعني لا نعول على السلطات الأمنية أن تكون لها دور حقيقي في منع مثل هكذا يعني جرائم أستاذ نظير مصادر صحفية تؤكد أن إيران ربما تعيد تشكيل ميليشيات موجودة أصلاً ولكن تحت مسميات جديدة إلى أي مدى برأيكم يمكن لإيران أن تعيد تدوير ميليشياتها في العراق بعيداً عن أعين المجتمع الدولي؟ يعني هذه محاولة لا أعرف كيف يفكرون بهذه الطريقة محاولة من التقف الإيراني بأنه يغير الأسماء ويرفع واجهات جديدة لتحاشي العقوبات التي يقوم بها المجتمع الدولي تدريجياً على هذه الميليشيات المعروفة الأسماء لذلك هم يظهرون أسماء جديدة لميليشيات جديدة عسى والعال أنه لا تكون مندرجة ساحة قائمة الإرهاب وهذا تصرف غبي من النظام الإيراني لأنه معروف من هؤلاء والاختلاف فقط في التسمية فلا يمكن مثل هكذا الميليشيات تشارك بالدولة وتريد حقوق حزب سياسي بينما هي في نفس الوقت تشارك بعمليات إرهابية في قتل الناس وقتل الأبرياء وتريد أن تفلت من العقاب هذا سذاذة من قبل الجانب الإيراني والميليشيات أستاذ نظير سفير إيران الأسبق في العراق حسن كاظمي قمي قال إنه لا تستطيع أي قوة عسكرية وأيضا حددها سواء كانت هذه القوى العسكرية محلية أو أمريكية مواجهة ما سماهم حسب تعبيره بحجدنا الشعبي كيف يمكن قراءة هذا التصريح من حيث الولاء ومن حيث تخطيهم للقوانين أنا أرى تصريح هذا المسؤول الإيراني يندرج ضمن الحرب الإعلامية هو إيران الآن في قمة الضعف الحالي التي تعاني منها ولكن ترفع صوتها عاليا وتحاول أن تصنع لنفسها بطولات عسى والعال إنها تكسب الجولة على الأقل ولو إعلاميا لكن الحقيقة غير هذا هذه الميليشيات التي يتفاخر فيها لو لا الدعم الأمريكي لها من خلال الدعم الاستراتيجي وهذا ما احترفت به الولايات المتحدة نفسها لما كان لها وجود ولم استطاعت أن تصمد أمام إرادة الشعب العراقي هذه الميليشيات أصلا كانت مدعومة أمريكيا وهي التي ترفع شعار الموت لأمريكا والتصمد أمريكا بينما في الحقيقة هي صنيعة من صنائع الاحتلال الذي جاء بعد 2003 فهذا الكلام الذي يقوم به المسؤول الإيراني ما هو إلا لرفع معنويات أتباعة ولرفع معنويات من يمشي بخطة وإلا حقيقة الأمر هذه هياك الكارتونية لو تم الرفع الدعم عنها لوجدت أن كل هؤلاء الذين يدعون نفسهم مقاومة وممانعة التي جدهم هاربين في بيوتهم لا يستطعون فعل شيء أمام إرادة الشعب العراقي من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري شكرا جزيلا لكم